بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الحادي والعشرون بعد المئة الحمد لله الذي منع علينا ببعثة رسوله ونسأله أن يجعلنا ممن يعرف الهدى بدليله والصلاة والسلام على نبينا محمد عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه كل من آمن به واتبع سبيله وبعد يواصل الشيخ رحمه الله الإجابة على سؤال عرض الأديان على المحتضرين عند الموت فيقول وعلى هذا فلا بد فيقول وعلى هذا فلا يلقنون يعني الأموات بعد الموت وقيل يلقنون ويفتنون أيضا وهذا قول أبي حكيم وآبي الحسن ابن عبدوس ونقله عن أصحابه وهو مطابق لقول من يقول إنهم يكلفون يوم القيامة كما هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه عن أهل السنة واختاره وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد ثم قال رحمه الله إجابة عن السؤال عن عمل المرتد قبل الردة هل يثاب عليه فقال وأما الردة عن الإسلام بأن يصير الرجل كافرا مشركا أو كتابيا فإنه إذا مات على ذلك حبط عمله في اتفاق العلماء كما نطق بذلك القرآن في غير موضع فقوله ومن يرتد منكم عن دينه فيمتوه كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وقوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين وقوله ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك ولكن تنازع فيما إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل تحبط الأعمال التي عملها قبل الردة أم لا تحبط إلا إذا مات مرتد على قولين مشهورين هما قولان في مذهب الإمام أحمد والحبوط مذهب أبي حنيفة ومالك والوقوف مذهب الشافعي وتنازع الناس أيضا في المرتد هل يقال كان له إيمان صحيح يحبط بالردة أم يقال بل بالردة تبين أن إيمانه كان فاسدا وأن الإيمان الصحيح لا يزول البته على قولين لطوائف الناس وعلى ذلك يبنى قول المستثني أنا مؤمن إن شاء الله هل يعود الاستثناء إلى كمال الإيمان أو يعود إلى الموافاة في المآل وسئل الشيخ رحمه الله هل جميع الخلق حتى الملائكة يموتون فأجاب الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة وحتى عزرائيل ملك الموت وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليه وإنما يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة أتباع أرصد وأمثالهم ومن دخل معهم من المنتسبين إلى الإسلام أو اليهود والنصارى كأصحاب رسائل إخوان الصفى وأمثالهم ممن زعم أن الملائكة هي العقول والنفوس وأنه لا يمكن موتها بحال بل هي عندهم آلهة وأرباب لهذا العالم والقرآن وسائر الكتب تنطق بأن الملائكة عبيد مدبرون كما قال سبحانه لن يستنكف المسيح وأن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا قال تعالى فقالوا اتخل الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى والله سبحانه قادر على أن يميتهم ثم يحييهم كما هو قادر على إماتة البشر والجن ثم إحيائهم قد قال سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعن غير واحد من الصحابة أنه قال إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة مثل الغشي وفي رواية إذا سمعت الملائكة كلامه صعق وفي رواية سمعت الملائكة كجر السلسلة على الصفوان فيصعقون فإذا فزع عن قلوبهم أي أزيل الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق فينادون الحق الحق فقد أخبر في هذه الأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون صعق الغشي فإذا جاز عليهم صعق الغشي جاز صعق الموت وهؤلاء المتفلسفة لا يجوزون لا هذا ولا هذا وصعق الغشي هو مثل موسى عليه السلام قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات نفخة الفزع ذكرها في سورة النمل في قوله ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأما الاستثناء في قوله إلا من شاء الله فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين فإن الجنة ليس فيها موت ومتناول أيضا لغيرهم ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله فإن الله أطلق في كتابه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى آخذا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أم كان ممن استثناه الله وهذه الصاقة قد قيل إنها رابعة وقيل إنها من المذكورات في القرآن وبكل حال النبي صلى الله عليه وسلم قد توقف في موسى هل هو داخل في الاستثناء في من استثناه الله أم لا فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بكل من استثناه الله لم يمكننا نحن أن نجزم بذلك وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء وأمثال ذلك مما لم يخبر به وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر انتهى كلام الشيخ رحمه الله وقد تلخص منه التوقف في شأن الملائكة هل يموتون أو لا لأن هذا يتوقف على الخبر الصادق عن موتهم مع إمكان ذلك وجوازه وهكذا لا ينبغي لطالب العلم أن يجزم بشيء إلا بدليل وعدم الدليل لا يدل على استحالة موت الملائكة فالله على كل شيء قدير والملائكة من خلق الله ينفذ فيهم تنفذ فيهم قدرته سبحانه وتعالى ويجري عليهم قلاؤه وأمره وبهذا القدر نكتفي فإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته